نشرت وكالة ناسا للفضاء أول صورة ملونة لأعماق الفضاء التقطها تيليسكوب جيمس ويب الفضائي الصورة الملتقطة كشف عنها رئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين ووصف بأنها نافذة جديدة على تاريخ الكون وكالة ناسا قالت في تغريدة على تويتر إن الصورة التي التقطها تيليسكوب جيمس ويب الفضائي تعتبر الأعمق والأكثر وضوح للكون حتى اللحظة وأضافت أن الصورة تظهر مجرات لم تكن ظاهرة في السابق للبشرية لافتة إلى أنها عبارة عن قود مجاري متكون من ألاف المجرات عمرها 4.6 مليار عام اسمها سماكس 0723 الرئيس الأمريكي قال أثناء عرض الصورة الملونة الأولى للفضاء إن اليوم سنلقي نظرة على أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة وقال إنه أمر مذهل بالنسبة لي وضف أيضا أن التعاون الدولي الذي ينطوي عليه تصميم وإطلاق التليسكوب يجسد كيف تقود أمريكا العالم بالشاركة مع الآخرين ولهذا السبب يجب على الحكومة أن تستثمر في العلوم والتكنولوجيا أكثر مما كانت عليه العام الماضي ويعد تليسكوب جيمس ويب الفضاء هو المرسط الأول لعلوم الفضاء أقول في العالم وسيحل الألغاز في نظامنا الشمسي وينظر إلى ما ورأ ذلك إلى عوالم بعيدة حول النجوم الأخرى ويستكشف الهياكل والأصول الغامضة لكوننا ومكاننا فيه ويعول العلماء على هذا التليسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون ومقارنتها بالمجرات أيضا أو بالمجرات الحالية وكيف نشأ نظامنا الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى مشاهدين إلى